اشتركوا في القناة لأنه خايفان أعطى الأسلحة هي الوحدة الوطنية الفلسطينية ولكن في نخط حتى بالولايات المتحدة تفضح الولايات المتحدة وأنا عم بقراها كان عمري كمان قبل لهذا سميت ابنك سعد؟ طبعا خليك بيرم ظهرك ولا تلتفت إلا ما تشرق شمس الحرية فكرت ماذا ستكتب أو ماذا ستغني لفلسطين إن تحررت؟ مساء الخير مشاهدين الكرام وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فوتكاست الميادين ضيفنا في هذه الحلقة الفنان اللبناني الملتزم أحمد قعبور مساء الخير أستاذ أحمد أهلا بك على شاشة الميادين أستاذ أحمد طوال هذه المسيرة الإبداعية الثورية الفنية الملتزمة صدح صوتك لأجل فلسطين ودعم القضية برأيكم أين باتت اليوم فلسطين بعد طفال الأقصى؟ برأيي يعني يصعب جدا أن نجد الكلمات والتعبير المناسب ونرتقي لمستوى اللحظة اللي عم نعيشها في فلسطين وفي غزة بشكل خاص كيف يمكن أن نجد الكلام المناسب أمام المقتلي الحاصل في حق الشعب الفلسطيني في غزة وأمام التطورات السياسية حول غزة عم بحكي إقليميا ودوليا كيف استطاعت غزة أن تشعل وعي الرأي العام للأجيال الجديدة في عواصم لم نكن نتوقع أن يرفع فيها عالم فلسطين لذلك أنا أقول أن الشعب الفلسطيني فعلا الشعب الجبارين لأنه كل مرة نوصل لحافة اليأس ومنقول أفلت أفلت شعلة القضية يأتي أو تأتي حفنة من المقاومين الأبطال بمعزل عن التسميات والفصائل والحركات لتقول أنه لا هذه قضية ليست فقط قضية أرض محتلة إنما هذه قضية إلى بعد أخلاقي وإنساني ولا يمكن لأي عاقل عنده الحد الأدنى من الحس الإنساني أن يقف متفرجا يعني إما أن يتخذ موقف أو يزرف دمعة أو إذا مثقف يكتب ما يجب أن يكتبه أو حزب سياسي أو أي حركة نقابية أو طلابية أو إنسان أو إنسان أن يدلي بدلوه أمام هذه القضية ما عاد ما عاد الموقف الحيادي مناسب ولا عاد بينفع وصار مشبوه يعني أن تنحازي لغزة الآن للشعب الفلسطيني في غزة يعني أن تنحازي لإنسانيتك وهذا ما أشعى للضمير الرأي العام العالمي من هون يرايح بشوف هذه المظاهرات في المدن في أوروبا وفي الغرب كيف ممكن أن تستثمر من قبل الهيئات الفاعلة في هذه البلدات عرفت عنك بالفنان اللبناني أستاذ أحمد ولكن امتدادك وانتماؤك إلى فلسطين في إلى قصة يعني حتى جعل الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش عند أول لقاء لك يسألك من أين أنت يا أحمد من فلسطين ما هي هذه القصة كنا الحقيقة مجتمعين عند الراحل طلال سلمان في مناسبة كان الأستاذ طلال وكان بعض الأصدقاء وكان الراحل محمود درويش وكنت أنا ملحن وأنا قليل ما لحنت لمحمود لراحل محمود ملحن أغنتين لأسباب ممكن نأتي على ذكرى لاحقا ولكن لحنت قصيدي كتير صعبي لمحمود درويش اسمه ولهذا أستقيل غنيي لحنت غير شعبي مش مطلوب يرددون الناس في كتير مطلوب قدرة للإصغاء فسمعوا محمود وما بدي أقول عن رأيه حتى سألني قال لي طب أنه من أناديكم لا لا جاء سموني لا يا رايح ساب ببلادي لحق العودة كنت حققت كل هذه النجاحات طبعا وقال لي أنت من أي ضيعة بفلسطين سألني بكل ثقة يعني بكل براءة وبكل وساطة فأنا قلت له محمود ببساطة أنا أنا لبناني من بيروت فقال لي ما معقول كان وقته عم بقوله وناديكم لازم تعاملوها نشيد لفلسطين لأنه كاتبها أحد كبار الشعراء الفلسطينيين التوفيق زياد وبصادف أنه أنا هذا أول لحم بحياتي وصارت صارت يعني أغني هيكي صارت أشهر مني وطلعت من الكتاب وصارت أغنية أغنية للتاريخ فعلا يعني هي تتحدث عن التاريخ ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا لأنه اليوم تم استعادة كل هذه الأغاني بذاكرتنا الجمعية حول ما يعني غنيته اتجاه القضية الفلسطينية سنتابع هذا المقتطف يمكن أبرز الأغنيات التي انشهرت لأحمد قعبور وهي تمس بجوهر القضية الفلسطينية فلنتابع ترجمة نانسي قنقر من عار ينحى في أولاديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحتني عالكم وأقول وفديكم يا رايح صوب بلادي نفلك وصلي السلام بين أهلي أولادي واشتغل من رب الحمام تحلي إني يا منادي بعد ننوع الأحلام وإلى أيام ببالي والله بتعز الأيام ويا نبض تطف على تحت أعلمها تورا حطم قيدك اشعل لحمك جسر العودة بل يمزي وطني حرة بل يرحل محتل بل يرحل بل يمزي وطني حرة بل يرحل محتل بل يمزي وطني حرة بل يرحل أستاذ أحمد لا يمكن لأحد إلا أن يدندن هذه الكلمات وهذه الألحان في وجداننا وأيضا في ذاكرتنا قناعتك لم تتغير بقيت ثابتة رغم كل التحديات وكل التطورات التي حصلت بمحيطنا العربي وفي منطقتنا هل كنت تتوقع أن تتابع هذه المشهدية في يوم السابع من أكتوبر بما خطته المقاومة الفلسطينية من ملاحم وبسالة في التعبيرات الفنية ولا الحدث نفسه لا الحدث نفسه أستاذ أحمد كنت متوقع وإنما بحذر ليش؟ لأن القضية الفلسطينية عرفت عدة مسارات المسار الكفاح المسلح اللي بلش بمعركة الكرامة مسار الانتفاضة مسار المفاوضات وأسلو ثم هذا المسار الجديد لا يوجد أن تطلبي من شعب ظهروا على حيث 75 سنة معرض لهذا الكم من الإضلال والإخضاع هذا الكم من الترهيب أن لا يصدر ردد فعل اللي صار هو في منتهى الطبيعة الإنسانية يعني هذا الطوفان لمعزل عن مصدره السياسي واستثماراته السياسي لا أريد أن أتحدث عن الموضوع هذا الطوفان كان نتيجة طبيعية للاحتلال لما يكون في احتلال يعني في مقاومة كيف تتشكل المقاومة ظهر المقاومة هذا موضوع تاني في حفنة من الأبطال لقوا الرد المناسب وهي أنا عم نسمع عن التفاوض وعن وفق طلاق النار وعن غير وغيره وعن انتصار المقاومة وعن انتصار الشعب الفلسطيني وعن التمن الغالي اللي دفعوا الشعب الفلسطيني تمن كتير غالي أنا ما نحكي عن 15 طفل 15 ألف طفل هذا تمن من أغلى الأتمان لا أنا كنت متوقع ولكن مش مش شايف كيف شكله كيف كتير بالظواهر بالعالم العربي كنت حاسس أنه مش على عمري لحد تصير وصايت صارت أما والحديث مثلا تطبيع لا لا ما بدي أحكي عن الموضوع ما بدي التطبيع أنا بأعتقد بالعالم العربي هلأ في ناس واضحين أعلنوا استقالتهم من القضية الفلسطينية وقالوا نحنا ما خصنا فلسطين لا تعنيني نعم وليست قضية وليست قضية وأنا يعني عم بعمل غنية هلأ تهكمية بتقول موتوا ودفني علينا في ناس يعني أكتر شيء ممكن يعطوك نعشك هذا أزعط موتوا شو بتقول هالغنية بس موتوا ودفني علينا وعلينا أفخم معمول أفخر معمول موتوا ودفني علينا وجنازتكم على الأصول فأنه ممكن يرتبولك ويحضرولك جنازتك وبعدين يكفوا يعني مشاريعهم هني يعني دولة نتوتر في أنظمة استقالت وفي أنظمة تتفرج وفي أنظمة تستثمر أنا اللي خايف منه هذا الشعب اليتين اليتين اللي خاد حروبه وأعبرت عنه فصائل متعددة من فتح لصاعقة للشعبية الديمقراطية للجهاد لحماس خاضوا معاركهم وأنا أتمنى أن الاستثمار الحقيقي لصمود المقاتلين في غزة أن يكون للشعب الفلسطيني ولا أحد غيره نحن أمام محطة مفصلية يمكن القول البناء عليها لتترجم أغنية فليمسي وطني حرة فليرحل محتلي طفان الأقصى ما الذي أسسه لمستقبل الصراع مع هذا الكيان الإسرائيلي بوجوده في منطقتنا وزرعه في منطقتنا تسألي سؤال كتير كبير على فنان بلاقي صعوبة بتسمية أغاني فكيف بدي جاوبك على السؤال يعني فضل أول باس لأنه لأنه خايفين لأنه خائف من الإجابة أم لأنك تعلم لا لأني مش خائف من الإجابة أبدا لأني خائف نحن شعب نهدر فرص ونهدر انتصارات في الاستثمارات السياسية إن لم يكن هناك الحد الأدنى من الوحدة الوطنية الفلسطينية سوف يشوب هذا الاستثمار هنات و و و و و وندفع خسائر ولا نستثمر بالدم الذي أريق كما يجب يعني الآن اللي صار بطوفان الأقصى ما لازم نسينا الانقسام الفلسطيني أقول هذا الكلام وأنا بعرف ما يعني دائما عندك حرص في كل مناسبة تشدد على أهمية الوحدة الفلسطينية وانهاء الانقسام لا يجوز أن تعلن حكومة مقصة بما يجري في غزة ولا يجوز أن يجري في غزة ما يجري غير البقية الأطراف ما قالهم معنا أنا الانتصار يعني الصاروخ مهم والبندقية مهمة والصمود الفلسطينية إذا لم يعمل على ذلك نكون نحن أمام فرص استثمار أقل مما نحلم بها ونطمح إليها هل توافق ولكن نحن أمام هذه التحولات العالمية بمحورية القضية الفلسطينية دوليا وعالميا هي فرصة تاريخية يعني لإعادة تفعيل القضية الفلسطينية كقضية تحررية عالمية يعني هل يمكن أن نتجه إلى تشكيل تحالف عالمي يعني جوابنا نحكي عن مسارين نحكي عن مسار الشعوب والرأي العام العالمي وخاصة الجيال الجديدة اللي واضح أنه معادة تنطل عليها كذبة معادة السامية معادة تنطل عليها حقوق الإنسان معادة تنطل عليها قرارات الأمم المتحدة عم تشوف الدم مباشر عم تشوف السحل والإبادة بشكل مباشر في أجيال بأوروبا بألمانيا بأمريكا بكل أوروبا بكندا بأستراليا عم بيشوف الجريمة مباشر وعم بتشكل عندهم وعي ثقافي وأخلاقي وإنساني جديد عن القضية الفلسطينية هذا يعني هذا أهم أنتجته عالميا الطوفان الأقصى ولكن عم بيحكي عربيا هلأ في يعني في معسكرين أجدهما يعني في غاية التخبط وفي غاية الانتظار أنه شو بنا نعمل شو بنا نعمل في في أنزمة يريد أن تطبع ضربة فرام وفي أنزمة عم تحاول تستثمر بالدم الفلسطيني ضربة فرام لذلك هذه الوظيفة هي وظيفة الشعب الفلسطيني والنخب الفلسطيني والمثقفين الفلسطينيين ليس فقط من يحكم في رمالة وليس فقط حماس في الضفة والجهاد إنما النخب الفلسطينيين يجب أن تستثمر في بلورة القضية في بلورة الوحدة الفلسطينية الوحدة الوطنية الفلسطينية لإطلاق الصوت ليصل صوت واحد لفلسطين وليس مجموعة أصوات أين بات دور هذه النخب؟ كيف كان تعطيه مع هذه المحطة الأساسية والتاريخية بهذا الصراع؟ أتحدث على المستوى ليس فقط الفلسطيني على المستوى العربي هذا الموضوع بردنا لسقوط مشروع القومية العربية وسقوط اليسار العربي ودخول الإسلام السياسي وما ترتب عنه من خلط أوراق وهذا يعني هذا شغلي بدأ بحثين وبدأ بدأ بدأ علماء ومؤرخين ليشوفوا هالمسار كيف بلشوا كيف وصل أنا ما عندي ما عندي الجواب لا أدعي إني أمتلك الجواب بس أنا كمناطن عربي لحقت هذه القضية وكل قضية الشعوب العربية من الجزائر لسوريا لليمن للسودان السودان في مقتل سودان في مقتل ما معرف ليش ما بقى يعني إذا تدمير كل هذه الدول من يعني من داخلها في الحواضر العربية كلها من الخرطوم لبغداد للموصل للأنبار لديمشق لحمس لحمى لحمص في تدمير الديئن آي تبع المجتمع العربي مين مسؤول عنه غياء النقب التي استسلمت التي بيعت أقلامها شريت أسواقها منها اللي استثمرت ومنها اللي استبدت ومنها اللي استبدت استقالت يعني أنا ما فيني يعني ما فيني أطلع انتقد من هذه الضفة وأنا أعد هذه الضفة لا أنا بدي أعد بنص النهر وشوف الضفتين من يستثمر في الدم الفلسطيني ومن ومن باع الدم الفلسطيني هذا خوفي أنا من هي القوى السياسية برأيك الثقافية الاجتماعية القادرة اليوم على تظهير القضية الفلسطينية والصيغ والأطر التنظيمية لذلك بعد ما تبلورت ولكن هذه متلوب من المثقفين من الفنانين ما بقول الفنانين اللي عندهم عندهم وقت يشوفوا مشهد الدم مش مشغولين بالمهرجانات يعني من الإعلاميين من الهيئات الطلابية من التربيط شبكي شبكي مع كل النخب العربي والغربي في كل العالم لتسليط الضوء على ما جرى فلسطين لتظهير أو لاستقراء رؤية رؤية ينتج عنها ينتج عنها مشروع 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 قابل وقادر على التحقق بمعزل عن الوعود الغربية أنه نحن نؤمن بدورتين كذبين ما بيؤمنوا دورتين هني لأننا نتحدث يمكن عن هذا الجيل الجديد ودائما كنت تشير إلى أهمية عدم كي الوعي لدى هذه الأجيال الجديدة فاجأتنا في طفان الأقصى صحيح يعني نحن أمام سر لابد من البحث عنه بتأييد هذا الجيل الجديد على المستوى العالمي أتحدث أستاذ أحمد للقضية الفلسطينية للسردية الفلسطينية ورفض السردية الإسرائيلية برأيك ما هو هذا السر سمود الناس دم الفلسطيني حجم الجريم الكبير البربري الجنون الإجرامي اللي صار الإبادة اللي صارت حصلت هذا الوعي الحكاية الفلسطينية ومثل ما تفضلت السردية الفلسطينية ما عاد مسؤول عنها اليسار العربي أو الممانعين العرب أو المقاومة العرب مسؤول عنها نخب عالمي ونخب عربي يكون لها حضور ثقافي يكون لها حضور تنموي يكون لها حضور فكري وتاريخي وبحثي لتظهيرها كما تفضلت وتحويلها لمشروع عدالة القضية الفلسطينية كانت لافت يمكن وثقافة المقاومة حتى بالنسبة لهذا الجيل هل من أثمان دفعها لأنه ذكرت في البداية أنت كنت ثابت بمواقفك ولم تتغير هل من أثمان دفعها أحمد قعبور طيلة هذه المسيرة وبمدى التزامه بقضياء وتقول بأنك سبحت عكس الطيار الأثمان يعني اللي بيأخذ قرار بحياته بده يتوقع أنه يدفع ثمان القرار وأنا من البداية يعني بلشت كثير بعمر مبكر بالالتزام السياسي كل اللي بيعرف أنه كان عندي قناعات سياسية أنا 25 سنة كنت حزبي ثم يعني طلعت وكان عندي انتماءات زي طابع إيديولوجي سقطت الإيديولوجيا بالنسبة لي صار عندي انتماء للقيمة الأخلاقية والإنسانية بالنسبة للقضايا الكبرى قضية فلسطين قضية الديمقراطية بالعالم العربي قضية حرية الرأي صار بالنسبة إلى لما سقطت مش سقطت لما تخففت من عبء الإيديولوجيا صار العبء الأخلاقي والإنساني والجمالي هو الأولوي هو الأولوي نسبة لذلك ما استغنيت عن قناعاتي إنما ربما صار طرق التعبير بفترض أعمق وأنضج صار الأساليب متطورة أكتر يعني أنا اللي عملت وناديكم عمري 19 سنة غنيت أنا وريم بناء اللي يرحم قبل وفاة في سنتين أغني اسم مين لأقول من سيفتح الباب على فلسطين بعد كل هذه المسارات فعندي شيء يقوله ومن يمتلك شيء ليقوله بيستمر أما اللي ما عنده شيء يقوله فبعيد نفسه بيكرر نفسه كتبت لتوفان الأقصى ماذا يغني أحمد قعبور لتوفان الأقصى كتبت برمضان الماضي يا صديقتي برمضان الماضي عادة أنا برمضان بصير مفتي الجمهورية عملت كذا أغني رمضان وحبون العالم وعلوا البيار وعلوا البيار ومرحى مرحى وغيره فالمؤسسات الرعائية بتطلب مني أغاني لرمضان وخاصة أصدقانا في دار العيتام الإسلامي فطلبوا مني ولكن بالاجتماع المشترك أنا ومدير دار العيتام الإسلامي الصديق بشار قوتلي ارتقينا أن نغني إلى غزة فعملنا أنا بصوتي بصوت الأطفال فبعتنا رسالة لأطفال غزة بعيدا عن الصمود وبعيدا عن أنه نصمده لأنه ما قالنا حق نقول لحدا يصمد لأنه بيعطي دروس بالصمود مناطر الغنية والأفصيدي فعملت غنية اسمها بيتي سنتابع بيتي الآن لأنها معبرة جدا باللحن وبالكلمة فالمتابعة بيتي بيتي حق ومسكي حق وطني حق وحق وحق وانت انت خير يا عيني وقلبي يا عيني بينا ما بنسى ما بنسى أصحابي وجلاني أمعي كل مظلومي يا غزة يا غزة أحف تحباني وعاد لك لا اتيسمي من جديد أرحب بكم في هذه الحلقة من فوتكاست الميادين ونجدد الترحيب بضيفنا الفنان اللبناني الملتزم أستاذ أحمد قعبور أهلا وسهلا فيك من جديد أستاذ أحمد كنا تحت الهواء كنت أقول لك لفتتني أيضا ظاهرة أن بيتي كعمل اليوم يوجه إلى غزة كنا في كل حدث تهافت للفنانين لاستثمار هذه اللحظة والغناء وكتابة القصائد لها لماذا هذا الخفوت اليوم وإذا سميناه باللبناني بيستحوا كأنه يعملوا أعمال لغزة ما قالي حق أحكي عن حدا يعني في الوسط الفني في لبنان والعالم العربي يعني في لحظات بتلاقي يعني شغال باللواعج العاطفية تبعيته ما بعرف مين عم يجيبوا الحب يعني وشغال بالمهرجانات وقال الله يرزقهم ويعطيهم يعني ولما بيحكوا بيحكوا عن جمهوري الحبيب يعني جمهوري الحبيب مع مين دبع يعني فتفضل ما أحكي بس اختصارا هذا الوسط الفني هو نتاج هذه الأنظمة الكاذبة يمينا ويسارا هل سقطت الديمقراطية الزائفة أمام ما تبعناه ولسيما بثورة الجامعات يعني هذه الأوهام التي بعثنا إياها المنظومة الغربية أستاذ أحمد يعني أنا بفضل قبل ما نحكي عن الغرب والزيف والكذب وخبث الإدارة العميقة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وتوابعها يعني خلنا نحكي عن حالنا نحكي نحن شو مسؤولياتنا الغرب ما فاتش على مصلحته ولكن فيه نخب حتى بالولايات المتحدة بتفضح الولايات المتحدة يعني أنا بنصح اللي بيحبه السينما يشوفه آخر فيلم الاسكورسازي اللي بيفضح فكرة كيف تشكلت فكرة الدولة العميقة اللي ظاهرة حب وحنان وحقوق إنساني وداخلها وحشية في انتزاع وصرغت خيرات الشعوب سكورسازي واحد مثقف مخرج أمريكي عظيم يفضح هذا العالم الحر بأكاذيبه اللي بتبلش من جناف لحقوق الإنسان للديمقراطية ولكن السؤال ما تروح علينا نحن شو عم نعمل نحن هلأ أمام حكوماتنا بقول لبكل صراحة ويمكن زع الناس في ناس استقالوا استقالوا ما بدون بقى ما بدون يتلبكوا بالقضية وكل شيء ممكن يعملوا يحكوكي إنسانيا أنه مننزل المنطلع مننزل المساعدات وفي ناس صارعوا سمانة بالمقاومة بالممانعة عادين على جنب وفي ناس عم يستثمروا بالدم الفلسطيني بيروت كانت شريكة بالدم والدمع وبالانتصار وبجبهة إسناد تخفف الكثير بل هي حرب استنزاف كانت للجانب الإسرائيلي وقال كانت هي المعضلة الأبرز له ما هو تقييمك لجبهة الإسناد اللبنانية يعني كيف عبرت لبنان وعبرت بيروت عن هذا التضامن الحقيقي وبأنه شريك مع أخيه الفلسطيني في لبنان لا يوجد سلطة وحدي يعبر عننا مشروع واحد ورأي واحد نحن نعرف من دون ما تخبر أصبعنا في لبنان أطراف تلتقي على المصالح وتختلف الأضايا الأساسية ما يحدث في الجنوب اللبناني خاصة قرى الشريط جريمة إسرائيلية جديدة جريمة إسرائيلية جديدة تضاف إلى جرائمة التي لا يجب أن تنسينا أبدا جريمة قانا التي صارت ولا صبر وشتيلة أبل ولا أبل هذه الجبهة أتمنى أن تكون ساهمت في رفع الضيم وفي تقليل كلفة ما يجري في غزة لكن على ما يبدو أنا بصراحة لم أرى أن هذه الجبهة رغم كل التضحيات ساهمت في تغيير مسار غزة من ساهم في التغيير هو سمود الشعب الفلسطين في غزة هل فلسطين استطاعت نحن لأنك تتحدث عن قبل أن نلوم الغرب نتحدث نحن عن أبناء هذه المنطقة أن تغير منطق وأدوات التفكير أخرجتنا من موضوع التخلف لن يخرجنا من موضوع التخلف إلا الوعي والتنمية والديمقراطية نحن أجيال هدرنا قضينا أو سنين عمرنا اليسار اللبناني الفلسطيني السوري العراقي يحكي عن الأضايا الوطنية من الجزائر لكوبا وهذا شغلي كتر خيرا عليها ولكن ولا مرة احكينا بالحقوق المدنية على حساب الحقوق الوطنية أنا لما بتأمني لي رغيف الخبز والمدرسة المناسبة لأبني والمستوصف اللي ابن عرسال وابن زوتر وابن البقاع بيلاقي حاله مكتفي ومدرسي ووعي وحري التعبير سأعطى فيني أحكي عن تشكل رأي كيف يتعاطى مع الأضايا الوطنية أنا ما بدي أتعاطى مع الأضايا الوطنية إن كان فلسطين ولا المقاومة ولا جنوب بس لأنه هيك قنعات لأني بدي أعبر عنه بمشروع وهذا المشروع لا يمكن أن نرى ونتنمس ملعمحه إلا بالتنمية والديمقراطية وضرب سلطات الاستبداد في العالم العربي هل النضال سوف أعود إلى الفن الملتزم هل النضال والفن الملتزم جدوى مستمرة أكثر من أمل يتحقق أو أمل يتجدد الفن الملتزم لازم أغانينا نال جماعة أنا وثلي من الفنانين عاشتها الأغاني مش لأننا بتحكي عن فلسطين مش لأننا بتحكي عن المقاومة بكل بساطة لأنه عناصر الفنية ارتقت لمستوى العنوين أنا شو نفع أعمل غنية هلأ لغزة بعناصر فنية رديئة بكون عم بسيق للغنية وعم بسيق للقضية فكتير هلأ بنشوف مثل الطفيلية حيث بيطلعوا بيعملوا فلسطين والمقاومة والشهادة والشهيد وغيره لكن بيكونوا مستعجلين أنه في موجة بنركبها بنعمل اللي علينا خليون بره أحسن يعني لأ إذا أغانينا بترتقي لمستوى الحدث إي لأ مكملين وعلما أن الأغني الملتزمة مش بس قضايا كبيرة أنا لما بحكي عن حكاية حب أو زواج عم بتصير هلأ بغزة عن عروس لبسة الأبيض رغم السواد العام وبيحكي عنها وكيف حبت حبيبة الغزاوي وكيف حبيبة حبة هذه قضية بصمود ضمن المشهد صحيح هذه قضية وفيني كمان مجد الشهيد بأغني أخرى فمروحة العيوين لأنه طبع أغانيك أستاذ أحمد بأنه أغاني تعبر عن الاستنهاد التعبوية والانتصار لهذا استمرت اليوم كنا نتحدث تحت الهواء أنه للأسف البعض روج لثقافة الاستسلام والانهزام بأننا شعوب منهزمة مستسلمة عاشت هذه الأغاني نغنيها كنت أقول لك تحت الهواء إرحل وكأنها كتبت لهذه الفترة لهذا استمرت لهذه استمرت برأيك؟ استمرت لأنه منحازي منحازي للضعيف للمظلوم منحازي لمن استبدأ به منحازي للحق منحازي للجمال الاحتلال بشاعة والتحرير جمال الأرض حلوة قامتها بتتبشع لما أقدام بشعة بتلوس نهرها وترابها فلذلك الفن هو انحاز للجمال وانحاز للحق وإذا فعلا منحازين للحق يجب أنحاز للشعب الفلسطيني بكل تجليته في عندي سؤال متى كان لقاءك الأول بفلسطين؟ يعني متى تبلور الوعي السياسي بالنسبة لأحمد قعبور بفلسطين فلسطين القضية أتحدث عام 73 يا صديقتي شو كان عمري يمكن 15 سنة أو 16 سنة صغير جدا كان فيه مناوشات بين الجيش اللبناني والفصائل الفلسطينية مما نتج عنه نزوح بعض العائلات الفلسطينية إلى بيوت المحازي إلى المخيم وأنا بيت أهلي بمنطقة اسمه أسأس قريب إلى صبرة فاستقبل بيتنا ثلاثة عائلات فلسطينية واعتقد أنه رايبين ناجيين يعني أولاد مثلي نلعب معهم وناكل كلنا سواه وتعرفت لأول مرة على اللهجة وفي كلمة أنا بيستعملوها الفلسطينيين كتير بحبة بيقولك الله يسعدك أو يسعد قلبك في أحلى من هالكلمة فصرت على بيّني من الأسل الفلسطيني أنه كيف ناس عندهم بيت وتركوا بيتهم وأصلا هذا البيت ناس هين لقلوه فنزحوا من البيتهم اللي نزحوا منه فهذه أول حلقة كانت الحلقة الثانية لما قرأت غسان كنفاني أول قصة بحياتي قريت قصة اسمها أم سعد أم سعد وأنا عم بقراها كان عمري كمان قبل لهذا سميت ابنك سعد طبعا وأنت أبو سعد أنا أبو سعد أبو سعد وقلت ما معقولي يعني تيمنا بإم سعد غسان كنفاني لن أكون إلا أبو سعد وإم سعد وإبن كون سعد زائد زائد صداقتي اللي كان عمري أصير مع الرائع الراحل ناجل علي ناجل علي ماذا تقول الآن لناجل علي يقول له خليك بيرم ظهرك لا تلتفت إلا ما لا تلتفت إلا ما تشرق شمس الحرية والتحرير على لبنان وفلسطين وسوريا والعراق وعلى هذه الأمة اللي كفها كفها حروب وكفها استبداد وكفها قمع تتوقع بأن نشهد حنظلة يبرم بظهره ونرى وجه حنظلة أولاد حنظلة لحيبرم أولاد حنظلة لحيبرم يعني أنت لديك يقين وإيمان بأن فلسطين ستتحرر بصيغة مختلفة عما كانت ما سيعود شيء لا يوجد شيء في فلسطين ما رح رح يا أولادنا يا أحفادنا سيعيشوها ويشوفوها والأشياء الجديدة اللي بتحددها الأجيال اللي عشناها ونحن وشبنا وكبرنا وعملنا اللي فينا نعبو في أجيال بدي أتحدد صورة فلسطين متل ما هي بتشوفها على ضوء فكرها وأسلوبها وقناعتها فكرت ماذا ستكتب أو ماذا ستغني لفلسطين إن تحررت ماذا يغني أحمد قعبور إن تحررت فلسطين بغني حيدة فلسطينية برجع للأصل الفلكلور الفلسطين ما بكون عندي شيء أكبر من هيك لحظة عم نتأمر كتير بس أكبر في لحظات هلأ إذا بتقولي لي شوف شو عم تعمل لغزة ما في غنية بتعبر عن اللي عم بصير ولا قصيدي ولا مسرحية شيء كتير كبير اللي عم بصير مشان هيك يعني هوليوود هلأ بعدها بتحكي يعني بيت نام لأنه هلأدي للحدث كبير فالحدث الكبير اللي صار بغزة نشوف التجليات والفنية والثقافية لاحقا من أين يستمد أحمد قعبور هذا الشغف بالفن بعد كل هذه المسيرة الطويلة؟ بعد في شغف أول شيء بخاف كتير يبرد شغفي لأنني سيصريح مع نفسي بخاف أحيانا ما أحدا مننا سوبرمان أحيانا بحس أني تعبدت وأحيانا بحس أنه السباحة بعكس التيار قطعت لي نفسي بحس أنه لازم أطلع الضفة بس التفاتة ولد أو صرخة ولد أو أو معركة من هون أو صرخة من هون أو علم أو إيد طالع من التراب عم تقول أنا بعد نحاي بترجع بترد كال للشغف وبتزيده بتشعله أكتر وبتخليني لا ما ترتمي باليأس قوم غني قوم كتوب قوم عطرد نبض الضفة الآن لا يهدأ يعني وكأنه أيضا هذه الأغنية تمس وتعبر عما نشهده من بسالة مقاومين حتى أبعد من الفصائل التنظيمية أستاذ أحمد هل نحن أمام إرهاصات بالفعل يمكن أن نشهد الانتفاضة الثالثة الكبيرة أنا خايفان من وضع خايفان من الجنون الإسرائيلي بالضفة أنا خايفان من السكوت السلطة عما يجري في الضفة وربما أكتر من السكوت ولكن يعني من صمت 75 سنة سيجد إلو يعني سيجد إلو أشكاله في التعبير وفي الصمود وفي إسقاط هذه المخططات ولكن أمام الشعب الفلسطيني مهمات مستحيلة مهمات مستحيلة ما بعرف وين عم جيبها للصبر ما بعرف وين عم جيبها الصمود ربما لأنه ما في غيره ما في غير خيار يمكن بس أنه غيره من الشعوب كان لبد يعني بمن ترى فلسطين بإمسعد بإمسعد برسوم الشنطة وتعرفت منه على اللهجة فتقل له أمي الأمي البيروتية واللي تلبس حجاب الحجي فاطمة والحجي فاطمة فتقل له عندك رمان ولا آه عندي رمان أنا أتطلع ليش في رمان وفي رمان يعني عندك عندك بندورة آه عندي بندورة عندك تفاح آه عندي تفاح يا أمي ليش في تفاح وتفاح ليش في آه وإيه ليش في رمان فقلت له أمي ليش يجي بيحكوا قال لي هولي فلسطيني إجوا دشرون من أردن وإجوا هون عم شتغلوا فأبو إبراهيم اللي كان يبيع أمي لعيونه وعيون أولاده بدي يغني لفلسطين ومنه استوحيت لاجئ سموني لاجئ ما أنا كتبتها كتب عبيد وباشا بس تلحينها أنا عم بلحن بشوف وجوه بشوف ناس بشوف شوارع بشوف أذقة وبشاركوا معي بالتلحين تحدثت كثيرا عن بيروت بيروت ما الذي تعنيه لأحمد قعبور لأن بيروت شهدت العديد من التحولات والتغيرات وبشكل سريع وكبير وفي بعض الأحيان الدراماتيكة صحيح فما الذي تعنيه بيروت لأحمد قعبور الحلم الأخير الملازل الأخير الحلم الأخير وخسارته مش لأنه أنا ابن المدينة خسارته تعني آخر طلقة على الحرية كل العواصم العربية وأجزب أنه كلها يمينا ويسارا شما بدك معارضة ومويلات كلها تروضت ودجنت بيروت بعد فيك تقومي وتقولي لأ طالما بيروت بتاعب تقول لأ طالما فيه هامش للحرية وللغنية وللقصيدة الحجة فاطمة رحلت عنها قبل سنوات ماذا خسر أحمد قعبور برحيل الحجة فاطمة أمي هي أمي كل أغاني عملتها لأمي عملتها لأمي مش يعني غنيت أمي هي للحجة فاطمة مش لرمز الأرض ورمز الوطن وكذا دائما نحنا بنقول أنه الأم رمز الأرض لا هي أمي بتيابها وبأهوتها وبي شو بقولها ياريت فيني إلا بحبك بعضني ياريت بوستها أكتر وحضنتها أكتر مش أناك بقولها كل اللي بيسمعونا أحبائكم وأعزائكم أبائكم وأجدادكم وجدادكم وأمهاتكم نحنا بنفكر أنهم سيخلدون لذلك لا بوصون وعبطون وشموركتون قبل ما يرحلوا صحيح أبو سعد بماذا ينصح أولاده نحنا نعرفك باسم يعني والفنان أحمد قعبور ولكن قل قلاء الذين ينادونك بأبو سعد ماذا يقول لأولاده وماذا يقول لسعد كم ولد لديك أستاذ أحمد عندي شابين وأنا أحمد البنات كتير وأبني تجوز وجاب صبيان فمحروم للبنات أنا فنازل تدليع بمرت ابني يعني بقول لأولادي بقول لأولادي وجيلهم يعني وأمثالهم بقول ربيتهم على حب فلسطين طبعا طبعا مش بالتربية بالسلوك بالتصرف بالخيارات بقول أنه الحب هو الأساس هو شي مان كان يقول أنه من لا يوجيد الغناء لا يوجيد القتال فغنوا بحبوا بنحازوا للعدالة وللحق إذا الله خير وحق وجمال فأنا هول المؤمنين اللي بحبهم فبقولون كونوا مع الحب مع الخير والجمال ولو أكلف حياتكم سأذهب إلى بعض الأسئلة المغلقة بثلاث فقرات أساسية أستاذ أحمد أولا بفقرة الخيارات من أفضل من كتب أغنيات أحمد قعبور قبل قليل ذكرنا يعني أيضا أوجه له التحية الأستاذ عبيدو باشا هل عبيدو باشا يعني كان من أفضل الشعب الفلسطيني الراحل تفيق زياد بأغنيات أناديكم حسن ظاهر أم أحمد قعبور نفسه بالمرحلة الأولى عبيدو بالمرحلة الثانية أحمد أحمد المسرح ولسيما مسرح الأطفال لأنك قدمت الكثير أم السينما نتاجي كتير كبير مسرح الأطفال وقليل بالسينما بس شغى في سينما لأنك قديت دور بفيلم كارلوس المناضل الفلسطيني وديح حداد صح وكان لديك تجربة مع كارلوس شهين بالفيلم وادي الوهم صحيح أنا خياراتي بالسينما بعد العمر بحبت تكون نوعية بس كمان شغل للأطفال أنا بالمناسبة شغل الأطفال بعطيه أيمي وأهمي وإنتاج حتى أكتر بكتير من شغل للكبار واضح حتى بالكمل إنتاج الذي تنتجه حرش بيروت أم مقهر روضة لا هيكي طقلتها حرش بيروت أنا توقعت مقهر روضة حرش بيروت لأنه البحر أنا مأمنوا بس سنوبر ما مأمنوا لأنه حرقوا الإسرائيلية ب82 بيروت مدينة كما ذكرنا وعايشت الكثير من التحولات أي مدينة يعني أي بيروت تختار بيروت الذاكرة أم بيروت الحاضر الذاكرة والعودة للذاكرة والحنين الذاكرة مؤلم وأنا من الناس اللي بوضع حد للحنين لأنه بيشلني طبعا مش هذه البيروت اللي أنا عايشة بيروت اللي عم غنيلة بيروت اللي اللي بحلم فيها هي اللي بنت ميلة يعني بيروت المستقبل برأيك ستكون أفضل أنت تراها أفضل أتمنى ما بعرف ما بعرف كيف لح تكون ما بعرف حقيقة ما بعرف ما الذي أضعف القضية الفلسطينية الانقسام الفلسطيني أم مسار التطبيع وتخلي العرب عن القضية نين اتنين اتنين سواء مش هو هيك بشكل متوازي ايه حد بعضهم ممكن أم مستحيل ممكن أن نشهد في جيلنا وجيلك تحرير فلسطين في جيلي أو جينا وجي الأبنائنا ممكن أن تهاجر وتترك بيروت مستحيل أن تنعم شعوبنا ومنطقتنا بالسلام دلأسف مستحيل مستحيل لماذا؟ كمية الاسترداد والتخلف والجهل وكمية المصالح الزاتية وكمية الخوف اللي بعيش على المواطن العربي بتخلي الفكرة بعيدة كثيرا ما تحدثت عن حلم الغناء في فلسطين هل يمكن أن يتحقق هذا الحلم أم مستحيل؟ والله من مدة كنت قاعدة أنا ومجموعة أصدقاء طلع معي فكرة أنه إذا هديت بغزة بيروح غزة غني لأنه فيني يفوت من مصر لأنه عرام الله ما فيني يفوت بيعبر الحاجة السرائيلي صحيح وأنت فهذه مشكلة فطلعت معي فكرة أنه إيه؟ ممكن إذا فتحت بيقود جيتاري أو بيقود حنجرتي وبغني للناس كم تعطي من عشرة للفن الملتزم الآن ستي للجيل الفلسطيني الجديد في أجيال فلسطيني بما تحقق الآن يعني بتوفان الأقصى ومنذ عام 2021 نحن أمام صورة مغايرة بما حققه هذا الجيل سبعة لأحمد قعبور لا أعرف لا أعرف لا أبطعت لحلق ولا إعلام لا لا بيندم أحمد قعبور على خيارات معينة بحياته آه طبعا ما حدا مننا كامل خاصة بيندم أني خيارات فكرية سياسية فنية لا لا أبدا لا فكرية ولا إعلامية ولا فنية خيارات شخصية شخصية أني آمنت بجهات ممكن تحمل كتف معي لإنتاج أغنية أو شيء طلعوا فاوز طبعا بالمسال الفني لطفان الأقصى وإرادة المقاتل الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر والفداء الفلسطيني الذي يعني لطالما كنا نسمع عنه بالروايات كنا نشهد هذه البطولة منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن شو السؤال؟ أدب تعطيه لإرادة المقاتل الفلسطيني إرادة؟ تسعة للشعب الفلسطيني بعد ستة وسبعين عاما من الاحتلال 11 صبر غير مسبوء 11 على عشر للنخب العربية وانخراطها للنخب العربية وانخراطها في نصرة غزة بكير على الإجابة بكير على التقييم بعد ستة وسبعين سنة ما عندنا عاما من الاحتلال النخب؟ لا عن النخب لا أربع ما دون المعدد أربع للديمقراطية وقيم المنظومة الغربية سفر لجبهات الإسناد من اليمن إلى العراق وجنوب لبنان بمساندة غزة أربع أود أن أختم بصوتك الصادح ماذا تقول لغزة؟ ولو هيك بعرف أنك ما بتحب تغني باللقاءات بس بيتي أو اللي أنت اللي حاب تقوله لغزة هلأ شو بدي يقول لغزة؟ بدي يقول للا ما بدي أبكي ولا بدي أحزان بدي بدي هذه الصبيل اللي قرر تتجوز حبيبة حبيبة أريتر بدي أقول لهم بتستاهلوا كل أغاني العالم وبتستاهلوا غزة تحب كون وتتعمر عن جديد لا تلاقوا بيت تزكنوا فيه تقولوا نحن من غزة بقلب فلسطين شكرا جزيلا لك الفنان اللبناني الملتزم أحمد قعبور بامتداده أيضا الفلسطيني شكرا جزيلا لك الشكر الأكبر لكم مشاهدين الأكارم على طيب المتابعة لهذه الحلقة أعود وألقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة في أمان الله اشتركوا في القناة